اشهدت معاليها السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بالمستوى المتقدم لعلاقات التعاون البرلمانية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة واكدت معاليها التشاور الدائم على المستوى الثنائي والتنسيق المستمر في المحافل البرلمانية الاقليمية والدولية وذلك في ظل التطلعات الرامية من الجانبين لتحقيق تكامل استراتيجي شامل جاء ذلك خلال لقاء معاليها بمعالي الشيخ خالد بنهلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشتركة تجاه القضايا والموضوعات التي يتم طرحها ومناقشتها في المحافل البرلمانية الاقليمية والدولية وتطرق اللقاء بين معاليها إلى مناقشة وبحث العمل على تعزيز المصالح المشتركة في مجالات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل والابتكار والسبل تبادل الخبرات المعرفية البرلمانية وذلك بين الجانبين إلى جانب السعي لتفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بين مجلس النواب البحريني ومجلس الشورى العماني ومن جانبه رحب رئيس مجلس الشورى العماني بزيارة معالي رئيسة مجلس النواب والوفد البرلماني البحريني المرافق ومشيدا معالي بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور ونما على مختلف الأصعدة وكافة المجالات في ظل القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين